في العيد لا تحية المجيد في العيد نجي ونقلس ونذكر الله تكبير إلى أن يدخل الإمام فتصلى الصلاة ثم نسمع الخطبة في صلاة الجمعة جمهور الفقهاء يرون ما ذهب إليه أن أحد الصحابة دخل ورسول الله عليه الصلاة المعنى بن بر يخطب وفي صحيح البخاري يقال أن هذا الصحابة اسمه سليك وقيل شريك دخل حتى وصل إلى صف الأمامية فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا هذا أركعت ركعتين قال كلا يا رسول الله بقي قال قم فاركع ركعتين هذه رواية الإمام بخاري وفي رواية الإمام ترميدي زاد زيادة فيها وتجوز فيه يعني خفهم عند الملكية عند الملكية يعتبرون أن هذه الركعتين مشوقتهم مشوقتهم يعني هم قالوا إن الصلاة إن الاستماع إلى الخطبات أفضل وهنا نقول لإخواننا أنه إذا جاء إلى المسجد فصلى ركعتين جاز إن لم يصل لها فجلس لا يترتب على ذلك يعني أمر خطير وأمر عظيم فيوفق المسلم بين هذين الأمرين وإن كان الجمهور الفقهاء يعني يرى أنها ركعتين أفضل لأن هناك موازنة ومجتهاد ربما على نص موجود وهو في صحيح البخاري حديث رجل السلم اجتهد بعض العلماء على حديث البخاري يعني اجتهدوا كان الاستماع إلى الخطبتين أفضل من الركعتين والحديث موجود فلا جيهاد مع النص نقول إلى دخلتي ورأيت أن تجلس اجلس وإن رأيت أن تصلي ركعتين فصلي